تركيبة هجينة وهدوء مخادع هكذا وصفت حكومة السودان في التقرير الدوري التاسع لهيئة علماء المسلمين عن الحالة السياسية في العراق التقرير الذي أصدره القسم السياسي بالهيئة تناول عدة جوانب لتقييم تجربة حكومة السودان أبرزها الجانب السياسي مشيرا إلى تكرار تناقض السودان في تصيحته وتعارضها مع الوقائع على الأرض إذ وصف السودان القوات الأمريكية بالصديقة مؤكدا حاجة العراق إليها في مكافحة ما يصفه بالإرهاب ثم عاد ليصرح بأن العراق ليس بحاجة للتحالف الدولي وأنه لا وجود لداعش في العراق ما يعني أن العمليات العسكرية المستمرة في المناطق المنتشرة بين الأنبار ونينوى وبين صلاح الدين وكاركوك لها أهداف أخرى وهذا هو الوصف طبعا مستمر والأبرز والمستمر للنظام السياسي القائم في العراق منذ الاحتلال وحتى اللحظة وليس خاصا بهذه الحكومة ولكن بما أن هذه الحكومة هي أثر من آثار هذا النظام السياسي نتيجة من نتائج مقدمات هذا النظام السياسي فهي تجمع هذين الوصفين تركيب هجينة والتركيب الهجينة هنا تجمع بين النظام الاستبدادي وما يسمونها الديمقراطية ولكنها بصفتها المعيبة وأشار التقرير كذلك إلى عيوب العملية السياسية التي سمحت لقوى الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة رغم فشلها في الانتخابات في مشهد لا يرى إلا في العملية السياسية في العراق ما بعد 2003 حالة عدم الاستقرار مستمرة كما تعرفون منذ الاحتلال وحتى اللحظة ولم تهدأ لأن النظام السياسي غير عامل النظام السياسي فاشل مخرجات النظام السياسي لا تؤدي إلى ما يزرع عوامل الهدوء في المجتمع فضلا عن ذلك أن من يقومون على هذا النظام السياسي اتخذوا من محاربة المجتمع بغض النظر عن أي مكون من مكوناته اتخذوا من محاربة المجتمع حدثا من أهدافهم ولم يتوقف الأمر على ذلك بحسب تقرير الهيئة فقد عدل مجلس النواب قانون الانتخابات ليلغي العمل بنظام الدوائر المتعددة في الانتخابات الأخيرة ويعيد إقرار الصيغة القديمة لعملية الانتخابات باستخدام نظام سانتليغوسي الصيت الذي يعزز من حضوض الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين وعلى رغم من رفع الإطار التنسيقي شعار مناهضة أمريكا واتهام خصومه بالولاء لواشنطن والكيان الصهيوني إلا أن المواقف تغيرت بمجرد موافقة السفيرة الأمريكية على تشكيلة حكومة الإطار وإذا بالسفيرة الأمريكية الآن هي التي تدير الأمور في مغداد وتلتقي برئيس الحكومة بلقاءات منظمة كانت تكون أسبوعية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة تتحكم في كل صغيرة وكبيرة لما تزور فلان يزعل فلان لكن لما تزوره يسكت العملية السياسية التي أسسها الاحتلال الأمريكي على أساس طائفي تبدو وفق التقرير الدوري للهيئة مستمرة في السير بالعراق نحو مزيد من الانهيار السياسي والأمني والاقتصادي ومزيد من التبعية والارتهان للخارج سواء كان ذلك الخارج أمريكيا أو إيرانيا ترجمة نانسي قنقر